في السبت الرابع من ربيع الآخر سنة 1331 الهجرة بما يعادل 1731 عام 1893 للميلادي كان الحريق الخامس في الجامع الأموي وهو آخر حريق تعرض له سببه أن أحد العمال الذين يسلحون صقف الجامع في الجهة الغربية فوق باب الزيادة القبلي أحب أن يدخن أرقيلة هناك أو قد نارا ليشعلها فاشتعل الصقف وعمت الجامع كله حيث احترق الحرم والرواق الشرقي ومشهد الحسين وسوق القباقبية والقوافين الكاتب علي الطنطاوي كتب في كتابه عن الجامع الأموي كانت دمشق آمنة مطمئنة والناس منصرفون إلى أعمالهم في الأسواق المحيطة بالأموي والنساء في بيوتهن فما راعهم إلا صريخ كأنه النذير لقد احترق الأمن فتركت تجار مخازنهم مفتوحة ووثبوا ينظرون وصعدت النساء على السطوح وتراكد الناس من كل جهة وإذا بالدخان ينبعث من صقف الجامع ولم يكن في دمشق مصلحة إطفاء حار الناس ماذا يصنعون فتسابقوا إلى سجاد المسجد ومصاحفه يخرجون ما يصليون إليه منها وعمد بعضهم إلى الماء يضخونه وإلى المعاول علهم يحصرون النار ولكن النار كانت أسرع منهم فما مرت نصف ساعة حتى صار السقط كله شعلة واحدة في العام 1896 أمر الوالي حسين نازم باشا مصلح بتشكيل لجنة للإشراف على ترمين الجانب تألفت من عوزي باشا العظم الشيخ إسماعيل أفندي منيني مفتي الشام توفيق أفندي منيني عطى أفندي العجلاني أحمد بن سعيد أفندي القوة عبد القادر أفندي الميداني بحقيقة كمان طلب صديقنا ياسر عباس إضافة اسم هو عبد الرحمن باشا اليوسف وهذا الصح يعني صوّوا المعلومة نائب رئيس مجلس البلدية ومحمد فوزي باشا العظم بالتعاون مع المعماريين المسيحيين كمعلمين وأعمال مهنيين ساهموا بأعمال الترميم ولا بد من ذكر الشيخ محمد بن أبي نجيب الدهان وأخوه درويش وهما من مشاهير صناع الفسيفسة والعجل ويوسب لهم أيضا الشبابيك الثلاثة فوق منبر المسجد خلال عملية الترميم ظهرت مشكلة في كيفية نقل الأعمدة الكبيرة الحجم من منطقة المزة إلى الجامع هنا قام أحد العاملين وهو عبد الغني الحموي بطرح فكرة تصنيع عربة خاصة تجرها التيران يتم بواسطتها نقل الأحجار إلى الجامع فاستغربت اللجنة هذا الاقتراح الذي لا يجدي نفعا ورضضت ذلك وهنا أخبرهم الحموي أنه سبق أن شاهد مثل هذه العربة وهي تنقل الأعمدة الضخمة في إيطاليا وأنها ابتكار حديث لمثل هذه الأعمال الضخمة قبل المشرفون على الترميم والبناء باقتراح عبد الغني الحموي نجح لصنع العربة التي حملت العواميد إلى المسجد الأموي حيث استقبلت العربة مع النجار الحموي بالزغاريد والأهازيج كما تم تصوير العربة عند وصولها إلى صحن الجانب لتكون إحدى وثائقه وخاصة النادرة عن تلك الفترة وعن وصول العربة إلى الجامع مع العواميد أخبرهم عبد الغني الحموي بحقيقة أنه لم يرى مثل هذه العربة في إيطاليا ولا ذهب إليها ولا إلى غيرها من الدول الأوروبية وفكرة إيطاليا كانت فقط ليقوم بصنع العربة التي نجحت بفضل الأعمدة التي حمل الأعمدة للجامع أكرم حسن العلبي في كتابه خطب دمشق ذكر نفس القصة وأضاف ومن الآثار المادرة التي احترقت التي احترقت هو مصحف كثمان الذي غفل الناس عنه لانشغالهم بإطفاء الحريق عملت تلك العربة في نقل الأعمدة من العام 1896 ولغاية العام 1901 واستمر العمل بإعادة بناء الجامع سبع سنوات متواصلة احتفل بافتتاحه من جديد بالعام 1902 بعد ذلك تركت العربة في الرواق الشمالي للجامع حتى الآن ثم تم بناء غرفة زجاجية تحيط بهذه العربة الخشبية لحمايتها كما تم وضع لوحة تعريفية باللغة العربية للدلالة على تاريخ العربي أرجو أن تأجبكم وهي أصيرة شوي شكرا جزيلا دستي معكم لما شاهدتكم الصور الصور مثل ما قالت في شيء إدي في شيء كمان أنا جبته عن طريق الأونلاين شكرا جزيلا أهلا وسهلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر